السلام عليكم وتتبعاتي كيف انتم مرزيانين ان شاء الله يجب عليكم في أحسن حال ورحبا بكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله هذا الروتيني نال إعجاب لكم ومن اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم ناور ديالي والغديوة هنا كنت تشوفوا كنت اعملت رفيسة كالنهاردة لحد هنا كنت اعملت رفيسة وهذا وشكي لدى رفيسة ان شاء الله سوف نشوف وان شوفوا انها طيبة هنا عندي الكمية الجديد لاحسب العدد الأفراد لدينا هنا كنت الجدادة وكيف ما كنت تشوفوا في تكا وفي تكا سويلا عندي العدس وعندي الحلبة التي اخرج اليوم الماء الطيبة يعني بشيفزكو وتم هنا اعملت واحد ججر ريوس تومة وعملت هنا ربيطة الماء الدنيس وعملت جدب الصيلات كيف ما كنت تشوفوا يعني ذاك العدس وذاك الحلبة ضروري كنا نعمل للمطعم مشكلة ذاك المرورة ديال الحلبة والعدس يعني ما كنت يشير وقت في الزفايدة في الطيبة يعني ما كنت تحرحلناش وهذا ما كنت ان شاء الله رحمة ورحمة ورحمة لكم هذا الفيديو وهذا ان شاء الله يا ربي رقيعين يجب ان شاء الله طريقة تحتفاظ بالربيع الرمضة ان شاء الله يدخلوا علينا ربي بصحة والعفية والهنين ان شاء الله يا ربي وهنا يبقى نقطع ذاك بالصيلات كيف نقطع البنية سوف نقوم باستفادة بالرباع إن شاء الله يا ربي رمضان ما بقي الوالو مع الخدمة ديالي يعني ما ندرك شي حتى نجي فلعشي يعد غدين بتنقي الربيع ونقطعه كل تقارير يعني باقي الاشياء الوقت في الدي هذه نقطع الربيع ونعمله في فريقو وهناك فنشتوا عندي كويس زيت نباتية وزيت زيتون واحد معلقة صغيرة الملاح واحد معلقة صغيرة الخرقم ومعلقة صغيرة سكينشفير ومعلقة مع مراشي كان عملا ديالي بزار وكان نعمل اللقامة ديالي تسمى رس الحانود وهذه البنة تعمل شد المعالق ونعمل ذلك شي يعني زيت أنا عزيز علي رس الحانود صراحة سوف نعملت واحد معلقة تسمى له ضروري 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 ونحضر تقلي ونصراحة ونحضر تلك النجرة اللي لها لحضر توابيل مع تلك الدجاج ونعمل هنا على البوطة ان شاء الله كيف ما تشوفوا يعني خلي حضر تلك اللي لحضر توابيل وهناك الحلبة وحضر تقلي ساحتهما عارتوا البنات هذا الفيديو رأي عندي كتر من أسبوع كتر من أسبوع ومنزل ونقول غدين منطر ونحضر تلك الأول وقت ما عندي شي ما كانت عندي واحد لكم ونحضر تلك المبكيلات نشاركها معكم كانت مزروبة ونالبنات كيف ما تشوفون يا أخويت هذا اللاباب ونخسل لك شبكة القشوع يعني شبكة لما عندي حايل وما خسلتها هنا يعمل كل يخيا والصابون ونبدأ إن شاء الله نخسلها يعني اليوم هذا الحد بزاب بدل حويش كنعملوا بشي سيمانة كاملة ما كنت ندرك شي ونعملهم هذا النهيور هذا ديال الحد وهذا ما كان كيف ما قلت لكم يعني كنت عندي واحد لكموندير شبكية اللي صارحة ما كشكي بقليل وقت حتى تنحوك فراسي حتى أنا عايز ما كنتي كان عايز يعني الحمد لله كملتها ومشيت أن عند الناس تيالة يعني الحمد لله وصلت على خير وباخير هنا الكوموند كنت عندي لناس تيال أوروبا جالية تحية ليهم كبيرة لنجالية مغربية مقيمة يعني في أوروبا الحمد لله يعني كملتها اللهم لك الحمد يا ربي وهناي كيف ما شفتوا معي كان نحوك دك شبيكة قدير حقيقة ببلي خيش حايل وكي ما قلت لكم شحايل وما حكيتها وهنتو ما معايا يعني في النهار دي علي كف ما دوز تدوز ومعايا نزماني شاء الله ينبلي إرجاب تيالكم نزماني شكرا نزماني شكرا اشتركوا في القناة 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 صافيه هنا كيف ما كتشوفه معي بعد ما كملت الكيميلي عندي كاملة بتقطع صافيه عندي مبتدى كانت طحنة في ذلك الالة العجيبة اللي انفعتنا بزاف كتير شي في الرباع البنية صراحة كتنفاع وخدت من دياله من شي تمام غالي إنما الصراحة فكتني بزاف أنا بعدها شخصيا فكتني بزاف يعني من الرباع وبصلة وكنت حد فيها تقريبا كل شي وعد ما اصدقتش يعني أنا بحل المواستيال يعني ماشي ممضين بزاف معادة لي كلها العديمي لفكتني البنت زي ما كان صح لي باقي ما عندو شي نشريها واشي نفتش يعني علما ما ركالي تكون مزيونة ما هادا المواستيالها ممضين شي بزاف وربع ديالي كف ما كتشوفه هو هادا اللي اطحانت يعني كنعمل كمية زايدة يعني وقد مكنت كمية زايدة كي كيت تطحن مازي يعني كيكون غير شوية كيبدا يدور في الجناب ما كيت تطحن شي صراحة مزيين لكنني كتكون كمية بزاف يعني كيت تطحن يعني كيت تطحن يعني اذا كيكون حسا لإنسان كيكون خدام في حشكل ديالي وهذا يعني هادا كنجي مثلا تلك الاربع ونص يعني عند ركش يعني عاد نجيب الربيع ونخسله وننقي ونقطعه وش حد الشي اللهم يعني هادا تجيب الفريقه مع انا ماشي في طبعي نهائي انا البنات والله ما ستطبع ديالي انا نجيب الربيع وعلى بكري ونقطعه ايضا عملو كيجبني نجيبو يعني طريق لكن دوره في انا العملية فات كنت كرفاس صراحة عند حسابه انا كنت عندي الانثالك ما عندي افين ما عندي ايضا يعني لذلك كبير اتكش عليش كنت 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 كوم شغل عادة كنبدأ لنقي هذا الربيع لكن ده الحمدو لله اننا جيبتوا على بكري وقطعتوا وعملتوا هيدا فريقه قلتيني قنجي إن شاء الله يعني عط حن عماطيشة و وما بصيلة وهذه وعط روض الحريرة ديالك طيب سفي هنا مبعد ما كنت يعني واحد الكيمية ماشي كامل نعمل بلاستيكات 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 نعمل بها الطريقة هادية لكي يدوني شي حتى الاسباس هنا نعمل قياس القياس تنجرة الحريرة و نشد عليه بلاستيكات طريقة عاملية تسهل عليهم بلاستيكات أنا في هذه الأدنى قلت أن تطحنت بلاستيكات و كانت وقفت إخصحتها و كانت برد بلاستيكات عاد نعودنا نقدر نطحن في هذا الشيء عاد نعودنا نطحن في هذا الشيء عاد نرجعت من الكيمياء اللي بقيت بلاستيكات و بذلك الطريقة اللي نتكلم يعني نخرج منهم ذلك الهواء لكي لا يبقى لي شيء بلاستيكات بلاستيكات و هناك البنات كيف ما كنتشوفه دوس باش نحمر شي حاجة يلطحان على حسب الصفوف يعني بكل مرة كنا نعمل شوية باش ما نتعب شي فيه صراحة و الربع ذي اللي بقى هنا كنكمله و هناك صفوفه يعني تحمرت لي ذاك كمية تقريبا كيلو تم اعملت تحمرت لي و كان نغرب له ضروري يخصكم يعني تغرب له باش يلا كينشي كويرات ولا شي حاجة كيف يبقى في تكصفها هاي والتحمر كيتما انتما كتتحمروا كتتقيسوا باش تعرفوا كيفاش اللون اللي بغيتو كتعملوا كيف ما غادي نعمل انا دابا كتعملوا شوية زيت بيضة هيدا زيت نباتية في طبيصل و كتعملوا عليها شوية الضحين و كتخلطوه تشوفوا يعني وش هذا قياس تحمر اللي خاصكم ولا إلا كان باقي خاصكم كتزيدوا له شوية أنا بنسبة لي صفي يعني عجبني هذا اللون هذا يعني باركة ما زيتش معداء وقته يعني في التحمر كتر من القياس عاد و الربع ذي هو هاد هذي الكمية لك شي اللي جبتت شي اللي نزلت لي وهنا يا البنات هذي هي الكموند اللي هدرت لكم عليها في البداية هذي هي الصخرة كانت واحدة الكموند اللي هي كبيرة تبارك الله و مولاتها كانت بشتردن خواتها يعني من أوروبا كنت عملت لهم العامل يفات و عجباتهم ورجعت يعني طلبتها لي على بكري لأن العامل يفات كانت جات عندي بقات معطلة و طلبتها لي دبع على بكري وهذه هي الصخيرة كاملة و إن شاء الله سنشارك معكم القياس الشباكية اللي سيعجبكم البنات لأن القياس غزال الشباكية تأتي معلكة تأتي عندي موقل لكم و هناك كانت عندي 25 كيلو ديال شباكية يعبر هذه كميات العسل الزعفران حور الخال اللاوز الزنجلان و انتمنى إن شاء الله أعجبكم الفيديو ديالي لا تنسوني شي مني لايك ديالكم و فارتجوا البنات وتبقوا على خير انتقيني جدك لأن مصحق كل واحد يلة و أنشاء الله شكرا